السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنوصلوا في وصفات الشهر الفاضيل وندي لكم وصفات السهلين والتي تقدروا يعني تديرهم وبكل سهولة سنشارك معكم هاد الخبز الساهل ماهل بدون تعقيدات بدون اي جهد ولا تعب ما راح تدلكو ما راح تعبور وحتكم والتي عندها العجانة ولا البدخاء راح يجيها ساهل خير وخير يجي مقطن مفش فشكيش وراك وتاكلوا في البريوش ويبقى محافظة ضرورة وحتى من غدوه هادك كما تقدروا تحتفظوا به في المجمد وتجبدوه في الوقت اللي حبيته هاد الخبز ملائم جدا مع الحساء والشربات معناتها في شهر رمضان مع شرب افريكو الحريرة يجي بزاف ابني ودلت لكم كذلك وصفة خبز الفوقاس يعني تناسب كثيرا الشهر الفاضيل ورح نزيد نديلكم اغلبية انواع الخبز اللي نديرهم في هاد الشهر المبارك رح نخليكم الرابط في صندوق الوصف وقبل ما نبدأ الفيديو دينا رح نذكركم كالعادم هادك اللايك باش نتشجع ونزيد لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة رح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ونقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في مقادر العجين كنت اختيت غيسيبيون ونعدي هاد الكاس المعيارية ادرت فيها 400 ميلي لتر من الحالب الدافئ رح نزيد لها 100 ميلي لتر من الماء الدافئ كذلك من اتهار هدولنا نص لتر هادك ميات ميلي لتر يعني تقريبا نص الكاس هاده هاد الكاس سيحته 220 ميلي لتر لا تحبوا ديروا الكامل يعني كامل الحالب ولا نص لترات الحالب كذلك لكم الاختيار هاد الكاس ممار ملح املح في هاد النوع الخبز يعني انا دعاق المقادير وهذا تدر تسج مغارف كبار نتعى الخميرة الخاصة بالخبز هاد نقولكم اذا حبيدوا تقسموا المقادير واشتيروا كذلك عندي ثلاث مغارف كبار نتعى السكر يعني هنا متخافوش بلي هاد الخبز رح يجيكم حلولة يعني الطعم تال حلوة مرح يظهر فيه هاد الكاس مغارف كبار نهائيا لاننا يعني رح ناجنه بكمية مليحة نتعى الفارنية تقريبا نقريب واحد كيلو غرام وهذا يعني هاد الكاس مغارف كبار نخطي زوج حبات عبيض يعني درت البياض في جهة والصفار في جهة عذاك البياض رح نديره في العجينة والصفار ننخلو باش ندهنوا بهادك الوجه نتعى الخبز كذلك عندي نص كستازيت هايلك رح نفرغها يعني هاد الخبز يجي بزاف طريوي يجي بزاف ابنين هايلك رح نخلطو كامل هاد المكونات هكذا باش يجنسوا مع بعض استخدموا الخلاط اليدوي ونبدو في إضافة الفارينة والطاحين الأبيض تدريجي لدي مغرف صغيرة تكون بومبي إذا قسمتوا المقادير رح ندير ملحة صغيرة من الملح تكون ممسوحة هايلك يعني هنا رح نزيد الفارينة مباشرة وش يبقى من هادك الواحد كيلوغرم رح نوزنو لكم هايلك وتوجو غين اللي تعودوا على وصفاتي يعني أنا اللي ما نقول لكم الهاجينة بدون ذلك ولا تعب وش ندير نبروفيتي لما تكون العجينة يعني الطريقة شوية كشغل سائلة نبدو نخبط فيها بالمغرف حوالي دقيقة أو لازوج يعني هذا الطريقة رح تعود لكم عملية الدلك في العجينة و تقدروا تطبقوها مع اي نوع من العجينة و رح تشوفوا يعني نتيجة كيفاش رح تجيء مختلفة هايلك هنا راني نسرع لكم فقط وكن بطع لكم الفيديو هكذا باش شوفوش راني ندير هايلك يعني تشوفوا بلي هادوك الحبيبات و تشوفوا في العجينة مقبل بدووا يختفوا تدريجين تولي العجينة تقريبا نأمل سا في هاد المرحلة بدت لما تضيفوا الفارينة بعد ما تخبطوا هديك العجينة كي تكون طريقة تبدو تحسوا بلي العجينة تحسوا بلي العجينة تاكم يعني ولتلكم مطاطية كي شغل تلكتوها يعني واحد لخمسة دقايق ولا عشر دقايق هادي إذا عجنتوها باليد إذا عجنتو بالبيتخي يعني رح تعجنوه عادي هايلك نديروا السوائل تاكم و تبدأوا في إضافة الفارينة التدريجية هايلك يعني أنا رح نستخدم الملعقة ولما نحس بالعجينة قالت ليه وهديك الملعقة يعني ما تقدرش تحركها رح نحيها و نبدأ نخدم بيد ديها و من المستحسن نستخدموا ملعقة خشبية هكذا يعني بش تجيكم سهلة الخدمة هايلك بالنسبة للقوام العجين اللي هو مهم بزا في أي وصفة تعاجئين شوفوا العجينة يعني خلوها طريقة شوفوا أنا رح تلسقلي في الغي سيبيو هايلك هايلك خصوصا إذا كانت العجينة يعني بدون دل يعني لو كانت لكنا هولا نبدأ و نزيده في الماء تدريجيا لكن بما أنا ندرناها بدون دل ضروري العجين تحكم يكون طاري باش تتحصلوا على نتيجة مليحة و كي ما لشتوها في بدايتها الفيديو إن شاء الله كامل يعني تجربوا هاد الخبز يعني صراحة تنصدقوني مع العصوب يجيب زافة ابنين هايلك رح نغطيها ندير الهامنديل و نخليها تتخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم مرتين المدة ما رح نقول لكم يعني كل واحدة و درجة حرارة المطبخة أدي لها رح نوزن لكم شحل بقالي من واحد كيلو غرام شوفوا بقالي تقريبا مية وعشرين و لمية وثلاثة وعشرين غرام تكون ديرها لكم في هاد الكاس ميتين وعشرين ميلينتر شوفوا يعني تقريبا بقالي كاس ناقصة أصبع و هاد الكاس يعني ما هوش مدكسة يعني فرقت مباشرة في هل فارينة هايلك العجينة التاعية بعد ما تخمرت احنا رح نفتح قوس صغيرة و نمدلكم ناصحة يعني لي عجنوا بالبيتخا البيتخا يكون يدور بسرعة و لهذا يسخن العجين معنتها رح يتخمر بالخف خصوصا يعني هاد الحجر نوصيكم عليها في فصل الشتاء يدخدمتوا بيديكم يعني حاولوا تغاولوا يعني يزربوا هكذا بش العجينة تاعكم متبردش وتخمر الكم بالخف شوفوا هنا تقريبا يعني مخرش الهاش لخمور كامل هايلك يعني كسلوها عشوائي فقط و بدوا تطويوا فيها لعجائن ولأنواع تاع الخبز ولا كل ما تكتروا الطيات في العجين كل ما يجوكم بزافة شبه هايلك إذا حبيتوا الحجم تاع الخبزات يجيكم قد الحجم اللي درتوا انا ياه و صراحة يعني الحجم تاعهم لما درتوا صغير جوا بزاف شبهين يعني هكذا في الشهر الفاطيل كل واحد يعني تحطو له خبزة قدام لعصو بتاعه خير من من انك يدير يعني خبزات كبار و بدك تقطعهم هكذا باش ميفسدش الخبز يعني اللي تحطو له هذي الخبزة الصغيرة يكملها بلا ما يخليلك هذو كل يشيت انا قسمتها الى 18 ان كورية شتو هذو كل 15 اللي وريتهم لكم كامل في البداية و 3 وحد اخرين يعني درتهم في صينية وحدهم اهنا فقط ملاحظة للمبتدئات اذا جاكم بتشكيل ته هذا الخبز يعني صعيب لاننا مقبل يعني كسلناه و هودنا طويناه وش حال من طيئ يا ايما كيتخرجوا له الخمور يعني ما تديرولوش هذوك الطيئات ابدأوا يعني قرصو فيها ولا قطعوها خبيزات عاديين يا ايما اذا طويتوه حاولوا تديروا هذا الطريقة هاي لك شوفوا يعني تحك مطارف تاع العجينة وكيشغلت بدأوا تكسلوا فيها على سطح العمل وهكذا رحيتشكلكم على شكل كورية وبكل سهولة خصوصا في العجينة الخبز البريوش يعني كل ما كثرتوا هذوك الطيئات تعال العجين كل ما رح تحصلوا على نتيجة وحاولوا تساعدوا روحكم بالقليلة من الزيت هاي لك يعني لما تسيوا هذ الخبز تعرفوا شاني نادر شوفوا يعني لما يكون هكذاك مطوي يجوا هذوك الطيئات بزاف ولما تبدأوا تشكلوا في هذ الكورية تجيكم شوية وعراء يا اما تستخدموا هذ الطريقة يا اما في الاول كامل يعني العجينة التاعكم خرجوا للخمور فقط وبدأوا تشكلوا في الكورية التاعكم عادي هاي لك النتيجة لدى حصلتها لها رح نزيدوا نديروا خبزة واحدة اخرى في عجلة هاي لك نرفضوا العجينة التاعنا ونحاولوا كيشغل يعني نضربوها على سطح العمل هكذا العجينة التاعنا رح تتكسل وتاخذ لكم هذك الشكل المدور كما راكم تشوفوا هاي لك انا شكل الخبز التاعي تقريبا كامل بنفس طريقة وكنت نحطهم في صينية مبطنة بورق الزبدة اذا ما كانش عندكم يعني حاولوا تدهنوا الصينية تاعكم بالزيت كذلك يعني اليد التاعي درت فيها شوية زيت وبديت نخبز في هذا الخبزات اذا حبيتوا يعني تحطوا الخبزات تاعكم فوق سطح العمل تغطوهم داروري تخلوهم يرتاحوا شوية هكذا لما تكونوا تخبزوهم رح تخبزوكم وبكل سهولة اذا حبيتوا تديرهم في الصينية عادي اذا حبيتوا يعني تاخدوا الحلال وتخبزوهم شوية ولا تكسلوهم شوية فوق سطح العمل وبدك حطوهم في الصينية هايلك حاولوا تمدوهم سمك متوسط يعني مش يرقق بزاف ومش يخشن بزاف حتى اذا خشنتوا شوية العجينة يعني هاد الخبز يجيكم بزاف هايلك رح نغطوهم ونخلوهم يتخمروا عادي هايلك رح نغطوهم ونخلوهم يتخمروا عادي هايلك اضعوا بيضة ملحة اضعوا بيضة حليب اضعوا بيضة حليب اضعوا بيضة ملحة اشتركوا الوصف ستجعلوا تفاصيل حتى انه يوصلكم التوابل لخمسين نأويد العية سنتقل الى فرن مسخن مسبقا حوالي 10 اربوه ساعة ستجعلوا اعلى درجه لان الخبز ضروري وحرارة الفرن تكون اعالية وحاولوا يشعروا الو ملتحته يضب مليح مليح ويتنفخ ومزح ستجعله المعراويح ومزح المعراويح ومن تحته في نفس الوقت انا تجعله على اعلى درجه وطعبوا تحمروا في نفس الوقت هذه الى نتيجة حصلتها يعني هذا الخبز جب زاف اشتركوا 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 في القناة